اقترفش سلايدات بس اه اه ما رح احط سلايدات هلأ لسه بدي احكي بالأوتلاين لسه لما أبلش بالسلايدات رح احطلكم إياه وما تحكلها تمام تمام هلأ كأوتلاين نحكي عن الكورس اللي اسمه دينت الفارماكولوجي رح نحكي هلأ شو يعني فارماكولوجي يعني رقم مساق 7503318 مثل ما بتعرفوا هذا مساق مبلسري او مساق اجباري يطرح على سنة ثالثة من الفصل الاول ولكن الظروف خاصة فيكم تم طرحه على الفصل التاني لانه في عنا بري ريكوزيت الجنرال بارماكولوجي طبعا هو مساق اجباري لطلاب السنة الثالثة اللي بيدرسوا برنامج دكتور في طب وجراحة الفم والاسنان في عنا اهداف عديدة من دراسة مساق زي الدنت الفارماكولوجي اه مننا نقتصرها بشكل بسيط انه احنا الهدف نطلع اه الطلاب او فيما بعد ان شاء الله اطباء اسنان عندهم القدرة والمعرفة اه بانواع الادوية المختلفة التي تستخدم خلال الدنتال تريتمينت اه شو اه الكلاسز ل اه المديكيشنز اللي احنا منستخدمها اه شو تفاعلاتها مع ادوية تانية المريض ممكن يكون بياخدها شو تأثيراتها على المرضى اه شو افضل انواع نختارها لعلاج حالات معينة اه نطلع عارفين اه كيف نكتب اه اه برسكريبشن او كيف اه نوصف ادوية معينة لمرضى اه بطريقة اه بطريقة صحيحة اه كيف خلال وصفنا للادوية نتجنب تفاعلها مع الادوية التانية اللي بياخدها المريض او انها تسبب مشاكل اه نظرا لظروف صحية خاصة بمرضانة كل هذا الحكي رح نعرفه من فلال هذا الكورس بشكل عام رح ندرس موضيع اه يعني بتشمل اه الفندمينتال فارماكولوجي بما انكم جايين من جنرال فارماكولوجي فيما انكم ناس اخدوها من فترة رح اعمل مراجعة بسيطة لا الفندمينتالز اوف فارماكولوجي المبادئ الاساسية اللي اخدتوها بي الكورسات اللي قبل زي الفارماكو كايناتيكس الفارماكو دايناميكس اه كيف تأثير الادوية على الجسم وتأثير الجسم على الادوية اه في بعض مفاهيم معينة شي يعني ثرابياتيكس شي يعني فارماكولوجي شو الفرق بين اه التنين اه نعرف اه مصطلحات معينة هذا كله بي من خلال المراجعة اللي رح نعملها لالجنرال فارماكولوجي رح تكون اه اول محاضرة عبارة عن مراجعة بعدين بالمحاضرات اللي بعيد طبعا انتو عارفين انو احنا فترة مضغوطة فرح يكون فيه يعني خلال الاسبوع التاني رح نبلش مباشرة باللوكال انسيزيا موضوع اللوكال انسيزيا اه اللي انتو بعرفش فيه فيه ناس منكم اخدوا اظن ممنوع تاخدوا جنرال انسيزيا قبل ما تخلصوا الدينت الفارماكولوجي فان شاء الله بنفتح لكم فيما بعد فمساقنا فرصة مهمة جدا انو نعرف الفارماكو كايناتكس والفارماكو دايناميكس اللي لاللوكال انسيتيكس اه نحدد شو هم اللوكال انسيتيكس اللي بنستخدمهم في الدينتستري اه شو انواعهم شو تأثيراتهم الديوريشن لهم كل هذا الحكي رح ندرسوه بالاسبوع لبعد فيما بعد رح ان شاء الله نبلش بموضوع مهم واساسي جدا على وهو استخدام الانتي ميكروبيالز بالندستري طبعا موضوع الانتي ميكروبيالز موضوع واسع كبير رح نحاول نتناوله من وجهة نظر طب الاسنان من غير ما نتوسع بشكل مخيف هو موضوع كتير كبير بس احنا رح نركز يكون فيما يخصنا الانتي ميكروبيالز طبعا رح تشمل الانتي بيوتكس رح تشمل الانتي فيرالز رح تشمل الانتي فانجلز بعدين نحكي في استخدام الأدوية اللي مخصصة لعلاج الانجزيتي أو بمعنى آخر السيديتيف ايجنس الانجزيتيك ايجنس رح نتعلم كيف عشان نخفف التوتر وحدة التوتر عند مرضانا فيما بعد رح نروح لاستخدام ايجنس هدفها يتخفف من الدسكمفورت عند المرضى زي المسل ريلاكسنس فيما بعد رح نتعلم كدينتل تيم كيف يصير في عنا رسبونس للامرجنسي اللي بنواجهها في الكلينك من خلال الامرجنسي درقز أو الدرقز اللي بنستخدمها في حالات الامرجنسي وبعدين أكيد بدنا نتعلم زي ما ذكرنا كيف نكتب درق برسكريبشن بشكل professional نتعرف على الاستلاحات والأحرف اللي بتكون موجودة عشان نصير أي برسكريبشن نمسكها نعرف نقرأها وإحنا نكتب برسكريبشن سهل إنه يقرأها أصحاب الاختصاص من صيادلة أو دكاترة تانية على المستوى الشخصي طبعا رح إن شاء الله نساعدكم زي أنكم أنتو تتعلموا كيف الدوروا على المعلومة لحالكم تروحوا تقرأوا articles تروحوا في موضوع معين تدوروا عليه وتجيبوا شيء ما يثبت وجهة نظركم تتعلموا teamwork فيما بين بعض يعني كل هاي الأمور إن شاء الله خلال هذا الفصل الassessment رح يكون عبارة عن أنه رح يكون فيه أنشطة الأمشطة وزنها أو نسبتها ما بين 15% لعشرين بالمية حسب ظروف الفترة التانية الميت تيرم إكزام ما بين 30% ل35% وعندنا الفاينل إكزام بوزن 50% من العلامة الكاملة للمساق الassessment رح تكون عبارة عن كوز ومشروع أو assignment رح تعملوا ورح تكون العلامة العشرين أو الخمسناش موزعة فيما بين يعني ما بين الكوز وما بين الassignment هيك بنكون حكينا بشكل عام في موضوع الكورس كونتنت زي ما ذكرنا السبوع الأول رح نحكي basic principles بعدين local anesthetics بعدين chemotherapy كيمو ثرابي اللي هو الantimicrobials رح نشمل antibacterial والantifungal والantiviral agents بعدين نحكي الanalgesics والanti-inflammatory drugs بعدين نحكي عن السيداتيبز والانكزولايتكس بعدين نحكي عن medical emergencies الدرقز اللي نستخدمها في هاي الحالات رح نحكي عن شوية common oral conditions نستخدم لها أدوية معينة رح تواجهنا كتير في العيادات كأطباء أسنان بعدين رح نحكي عن بعض special patient considerations عند بعض الحالات الخاصة مرضى عندهم ظروف معينة لازم ننتبه شو الأدوية نعطيهم إياها وبعدين نحكي موضوع مهم جدا على وهو dental medicaments بيتناول agents اللي نستخدمها في dentistry كdentists decentizing agents anti-carry was agents anti-black agents ممكن نتطرق لموضوع local drug delivery systems رح نيجيه هذا إن شاء الله بالتفصيل بعدين منحكي عن other dental medicaments or products dentifrices bleaching agents and obtendents وآخرا أو أخيرا يعني بالمساق نتعلم كيف prescription لكتابتها ووصفها للمرضى المساق رح يكون إلو كتاب أو أكتر من كتاب ك further reading رح أنزلكم إياهم على المودل طبعا كل تواصلنا من اليوم وطالع رح يكون على المودل بي عنا كتاب مهم جدا هو pharmacology and therapeutics for dentistry رح أنزلكم اسمه عشان تعملوله download مهم جدا بعدين ممكن كتاب تاني pharmacology for dentistry كتاب بسيط لغته سهلة طبعا مطلوب منكم هاي الكتب مش بس further reading تسهيلا من باب التسهيل وبسبب الفترة التانية ولأنه المادة مضغوطة فأنا رح أنزلكم لسلايدات تبعات pharmacology إضافة للكتب تدرسوا لسلايدات في حدا هون عنده أي سؤال هلأ على هذا الموضوع تمام أوكي خلينا نبلش في محاضرتنا لليوم تفضل آآ في طلاب بدون يدخلوا آآ يدخلوا ما في هذا عندي موجود كله موجود آآ تمام كانوا بيستنوا وفاتوا أوكي تمام كل شي واضح فيما ذكرتو فيما يخص الـ وفيما يخص المادة أوكي أوكي بتمنى منكم زي ما ذكرنا المادة بدها تركيز مش مادة بسيطة مادة جامدة بدها دراسة أول بأول أنا من أنصار أنه ما تضيعوا ولا يوم بالدراسة من أولها عشان فعلا نسيطروا على المادة أوكي رح نبلش بمحاضرة اليوم إن شاء الله اللي هي الـ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر رح نحكي بمحاضرة اليوم عن بايسيك برينسيبلز في الجنرال فارماكولوجي زي ما ذكرنا هي مراجعة للأشياء اللي أخدتوها من قبل كمحاولة للتذكير عشان تربطوا اللي تعلمتوا باللي رح تتعلموا لأنه فينشري هم مادة واحدة شو رح يكون في محاضرتنا اليوم محاضرتنا اليوم رح نحكي عن مقدمة وشوية مصطلحات تعريفات معينة عشان نكون على نفس التراث ماشين نحكي بعدين عن مصادر الأدوية من وين تيجينا الأدوية من وين تيجينا المعلومات عن الأدوية بعدين رح نحكي عن طرق إيصال الأدوية للمرضى كيف نعمل drug administration شو الدوزتش فورمز نتوفره عندنا رح نحكي عن شوية نومانكليتش فيما يخص بعض أنواع الأدوية وبعدين رح نحكي عن فارماكو كيناتكس والفارماكو ديناميكس السلايدات اللي رح تكون في بعض أنواع المحاضرات أو في بعض المحاضرات هي الهدف منها تفاهمكم كيف تدرسوا المادة أو شو الأشياء اللي لازم تعرفوها يعني بتكونوا عارفين general principles أو definitions الأساسية بتكونوا فاهمين different routes oral route الparantral topical وين تبنعطيهم شو الadvantages والdisadvantages لكل route على الثاني كيف نعمل differentiation بين فارماكو كيناتكس والفارماكو ديناميكس نعمل يعني أو نكون فاهمين different stages اللي بتصير خلال تناولنا للدواء اللي ممكن تشمل absorption distribution metabolism elimination بعدين بنحكي عن drug receptor interactions بشكل بسيط نكون عارفينها الexcipline بعدين dose response relationship والconcepts مثلا زي efficacy والpotency السلايدات اللي زي هاي بشوي بتعملكم guidance كيف تدرسوا المحاضرة أو شو الشغلات اللي تركسوا عليها طيب شو يعني pharmacology إذا حدا بيعرف دكتورة تسمحيلي أحكي شو تضلي هي كلمة جاي من فارماكو الإغريقية وتعني ردمي السم وتعني إنه ردمي إنه السم السم أو الدواء تمام أوكي يعني فكرتها الفارماكولوجي أصلها جاي كلمات إغريقية ولكن حاليا نستخدمها لندل على شو يا هبا لما نحكي فارماكولوجي بنحكي عن العلم اللي بيهتم علم الأدوية بالضبط علم الأدوية اللي بيهتم بدراسة تأثيرات الأدوية على living systems طب والفارماسي هي برانش من العلوم الصحية بيتعامل مع شو مع هاي الأدوية تحضيرها حفظها كيف نعملها كلها زي بعض شو المكونات إلها كيف الطريقة المثلة لاستخدامها طيب فارماكو كايناتيكس وفارماكو دايناميكس شو الفرق بينهم من اللي أخدتوا مراجعة احنا عم نحكي من الجنرال فارماكولوجي شو الفرق بين الفارماكو كايناتيكس والفارماكو دايناميكس متذكرين في شي تأثير الدواء على الجسم وتأثير الجسم على الدواء الدايناميك اللي هو تأثير الدواء على الجسم تمام ببساطة كيف جسمنا بتعامل مع الدواء ببساطة اللي هو ممكن نحكي انه انه علاقة الدواء بالجسم لما يدخل على الجسم وحركة الدواء جوالجسم صحيح اللي حدا بيعرف بنلخصها بشو بأربع أحرف كانت موجودة بالاستاذ اللي قبل ADME بالزبط اللي هي لما نحكي عن كل هاي العمليات خلال الفارماكو كانت الجسم كيف بتعامل مع الدواء اللي أخدنا رح نشرحها على وقتها طيب ثرابيوتيكس شو يعني ثرابيوتيكس ليش بفرق ثرابيوتيكس عن فارماكولوجي ليش انتو ماخدين فارماكولوجي وثرابيوتيكس الثرابيوتيكس مش هو التريتمنت للدزيز نفسه بالزبط هل هي مش شرط إنها بتشمل فقط أدوية انتي مش بس رح تحطي في موضوع ثرابيوتيكس الطريقة المثلة لإستخدام هذا الدواء شو أدوية مع بعض تستخدميها كيف تحقي ثرابي بشكل جيد وياخد مريضك أقصى درجات الاستفادة من خلال الأدوية اللي رح تستخدميها ممكن تضطر تستخدمي شغلات زي أدوية بطريقة معينة تستخدمي معها طرق معينة في خلال من استخدامها أو وضعها للمريض تخلي معها إنستركشنز معينة بحيث إنك تعملي ثرابي كامل للمريض الكيموثيرابي متذكرينه شي عن الكيموثيرابي إلاج كيميائي ماشي شو بيشمل ترجمتو هاي إلاج كيميائي شو بيشمل كيموثيرابي أخدتوها دكو بالجنرال فرماكولوجي المفتوض هو تريتمينت زي الكنسر عن طريق إنه كيميكال ممكن أو إنه تزيد العلاقة إنه ما بتتعالج بكيميكالس كونباوند أو أدوية العلاقة بس بالكيميكالس هو مش فقط غير هذا المسكنسيبشن الكبير هو مش فقط علاج كيميائي للسرطان الكيموثيرابي هو مصطلح يطلق بشكل عام على أي شيء نستخدمه نأثر على يعني بيشمل بجميع أنواعها يعني نحكي عنها كيموثيرابي الانتيفايرلز نحكي عنها كيموثيرابي الانتيفانغالز كيموثيرابي والانتينيو بلازميك اللي بنستخدمها ضد الخلايا السرطانية بنحكي عنها كيموثيرابي إذن هو بيشمل أكتر من جهة هو ليس حكراً فقط على الأدوية اللي بنستخدمها ضد النيو بلازميكالس بنا ننتبه كتير أنه الانتيمايكروبيلز الشكل العام تسمى كيموثيرابي أوكي من وين بنجيب أدويتنا إحنا كيف بيجينا الأدوية من أي مصادر ماشي هدول منصنفهم صحيح كمان شو يعني رح تشوفوهم كتير هدول الكلمات من اسمهم هيك ترجمتهم شو يعني أدوية مصنعة يعني إحنا بنصنعها أو الإنسان نفسه تمام سنثتك أدوية بنستخدمها دقيقة خليكم أدوية بنستخدمها بيكون إلها السمي سنثتك إلها أصل نيتشرال ولكن إحنا بنعدل عليها شوي وفي عندنا أدوية سنثتك هاي توتالي إحنا ننتجها في المختبرات زي عندنا نيتشرال سورسز نيتشرال سورسز مثلا عندنا أدوية زي بنجيبها من الأنيملز مثلا الأنيملز زي الأبقار زي بيكز فور مثلا إنه نستخدم أو ننتج أدوية معينة حد عنده فكرة شو مستخدم الأنيملز مثلا إيش ممكن نجيب من الأنيملز زي الإنسولين والهبارين ماشي ممتاز اللي بنستخدمه فيه علاج دايبيتس أوكي نستخدم تبعات البيكز أو البنكرياس عشان نستخدم أو ننتج الإنسولين في عندنا نيتشرال سورسز جاي من المايكرو أورجنزمز حد عنده فكرة كيف شيء مثال مشهور جدا نستخدمه بشكل كبير وكيد كلكم عرفتوه في الجنرال الفارماكولوجي المفروب البنسلين 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 اللي هو أحد أنواع أهم الأنتي بايتكس اللي تستخدم أو الأنتي باكتيريالز جاي من فانقس اسمه بنسلين كريسوجينا اللي هو هون هاي شكله بالصورة هاي خير فهون عنا مصادر نيتشرال لاستخراج الأدوية منها البنسلين ممكن بلانتس مثلا زي إيش إذا سمعتوا بالجنرال الفارماكولوجي الدواء ديجيتالز مزبوط ديجيتالز المورفين مثلا جاي من نباتات في كتير أدوية جاي من النباتات وأدوية جاي من المنيرالز إذن إحنا عنا أول صورس هو نيتشرال السيمي سينثتك الهايدرومورفون هذا مشتق من المورفين المورفين اللي قلنا من السلايد اللي قبل جاي من وين من نباتات البوبي بلانت اللي بنطلع منها المورفين ممكن إحنا ناخد هذا البروداكت ونعمله سيمي سينثيس بالمختبرات نطلع منه برودكت تاني بيشبهه ولكن معدل من خلال المختبرات ونطلع زي هيدرومورفون سينثتك دراكس مثلا أدوية توتري بنعملها بالمختبرات زي الأسبيرين والبراسيتام واضح لهون تمام طيب عندنا أدوية وعندنا أشياء نستخلص منها الأدوية وصرنا نصنع أدوية إشي نيتشر إشي سينثتك إشي سينثتك طيب من وين أنا بدي أجيب معلوماتي عن هاي لدراكس عند كتير أدوية وكتير مركبات كيميائية كيف بدي أجمع معلومات أنا كدكتور هلأ جديد بتعلم بتعلم الأدوية وبدي أعرف معلومة عن دوة معين من وين بدي أروح أجيبها شو رأيكم من وين ممكن نجيبها ممكن من الإنترنت في كمان برامج ونبحث عن هالأدوية زي الميدس هلأ عشان نكون روفيشنال بكلامنا وحتى بطريقة دراستنا إحنا لازم نروح دائما لمصادر موثوقة يعني مش كل إشي بتشوفوه على الإنترنت بتروحو بتأخدوه بتعتبروه إنه كلام مسلم به لازم تروحو لشغلات أوفيشل الأوفيشل كومبينيا ممكن نلجأ عنه بس مش لأي موقع أو أي مكان منروح لشغلات أوفيشل زي الفرماكوبويا أو الفورميلاري الفرماكوبويا هي مجموعة من أو يعني مجموعة من المعلومات عن بعض أنواع الأدوية بتشمل تأثيراتها شرح للمكون الكيميائي إلها شرح لتفاعلاتها شرح لتأثيرها على الجسم شرح لتستنج لهاي الأدوية كلها شغل المختبرات نلقى معلومات شاملة عن الدواء في الفرماكوبويا في عنا فرماكوبويا شهيرة قتير زي يوناتد ستايتس فرماكوبويا ممكن تلقوها داحت اختصار يوأس بي يعني لو ر sometimes رحتي للإنترنت مالك الدورية يا رؤى بتروحي على اليوأس بي أو اليوناتد ستايتس فرماكوبويا بتروحي على الانديا فرماكوبويا نروح على اليوناتد كينجدام فرماكوبويا وفي عنا فورميلاري عن طريقة استخدام الدواء يعني ما بيفوت بتفاصيل زي الفيزيكال والكيميكال البروبرتز للدواء وكيف البيوريتي تبعته وكيف بتصنع هون بنركز أكتر على الاستخدام الدواء كيف نستخدمه الروت يعني كيف نعطي الدوز كم جرام كم ميل حسب الأدفيرس إفكس اللي ممكن تظهر لنا خلال العلاج والكونترا تبعا والبريكوشنز ممكن نلقى شغلات زي الباليستيني الفورمولاري ما عنا إحنا فرماكوبايا ولكن عنا فورمولاري تلقوها موجودة في معظم الصيدليات تبين شرح لاستخدامات الأدوية هاي تعتبر مصادر أوفيشل أنا كطبيب بل جاء لها آخذ المعلومات الصافية في عنا كمان التكستبوكس الكتب الكتب هاي اللي إحنا رح ندرسها الريفيرنسز اللي محطوطة عندكم على الموديل هاي الكتب رح تكون مصادر موثوقة فعلاً ل الدراق انفرميشن البيريديكلز كمان والويبسايتز اللي لمجلات ودوريات محترمة ورصينة بحيث إنها تكون المعلومات موجودة بشكل صحيح عنا أن أوفيشل كومبنية أو مصادر غير رسمية ولكنها يعتد بيها وموثوقة مثلاً اتحاد أطباء فلسطين مثلاً أو اتحاد صيادلة فلسطين في كتير أن أوفيشل كومبنية ممكن نلجأي لها هون في كتب أو مجلدات أو بروشورز ناتجة عن هدول الأن أوفيشل كومبنية تعطيني معلومات فيما يخص استخدام الأدوية مثلاً من أشهر المعلومات أو من أشهر الأماكن هي The Physicians Discreference أو BDR بتشوفوه على الإنترنت كتير هذا يعتبر سورس ولكنه أن أوفيشل وبنفس الوقت أي نعم هو غير رسمي ولكنه موثوق لأنه ناتج عن اتحاد الفيزيشنز ممكن The American Dental Association Guide للدental Therapeutics هو مصدر غير رسمي ولكنه موثوق ليه؟ لأنه ناتج عن American Dental Association بيعملوا guide بشكل سنوي بشكل سنوي بيظلوا ينتجوا guidance نتبع فيه الأدوية الموصوفة أو خلال الدental treatment أوكي واضح لهون أوكي شو الـ rules of drug administration إذن؟ هذا كله مراجعة يا شباب وصبايا أخذتوه المفروض في general pharmacology شو الـ rules of drug administration؟ شو يعني الـ rules أصلاً؟ هي يعني الطريقة اللي منعطي فيها الدواء أو الـ rules اللي هي الممر برضو اللي ممر منه الدواء يعني صحيح إذن كيف بدأ عمل administration؟ إيش فيه عندنا برأيكم؟ كيف بعطي الأدوية للمناصر؟ ممكن ناتهم إياه برنترل هي بالإبر ممتاز في كمان ممكن يكونوا ointment يعني زي مرهم أو دهون ممكن oral؟ ممكن كمان؟ أه oral صح oral اللي بنسميها ايش؟ بتفوت تحت مسمى شو الـ oral؟ enteral enteral يعني فيه عندنا أكتر من طريقين رئيسيات ممكن الـ enteral root وفيه parental root وفيه مثالينس root مختلفة رح نحكي عنها هلأ زي topical زي nasal drops ومن هالحادي الـ enteral root بيشمل oral root sublingual root والريكتر root معروف الـ oral drugs عادة بتفوت من خلال الـ gastro-intestinal tract وبصر لها absorption من خلال الـ gastro-intestinal mucosa عندنا الـ oral root بيشمل ممكن نعطي المرضى tabseules ممكن نعطيهم tablets ممكن نعطيهم syrups ممكن نعطيهم triliutions بختلف الفورم الدوزج فورم للدوام sublingual root شو يعني sublingual root؟ يعني اللي تحت لسان نحط بضط دواء تحت لسان بيحكم انه في عنا blood circulation موجودة بتساهم بامتصاص الدواء من هاي المنطقة وفي عنا الريكتر root ممكن من خلال استخدام السبوزيتريز والـ enemas أوكي parental root ممكن من خلال الـ injections وممكن من خلال الـ infusions الـ injections يعني انه احنا هون نستخدم liquid formations من الأدوية أو liquid formula من الدواء وبنعطيها بشكل انجيكشن اما ممكن من خلال intravenous كيف يعني intravenous؟ انه بالوريد دغري بتكون بالوريد مباشرة intra muscular بتكون بالعضل بالمسل بالمسل تحت الجلد بالزبط تحت الجلد والـ intradermal اللي هي في الطبقة التديرمل اللي هي الطبقة اللي مباشرة تحت الـ skin أو اللي هي top layer of the skin أوكي الـ infusions هون عبارة عن solutions ولكنها administered over a specific period of time يعني مثلا زي ما نستخدم الـ pick line أو نستخدم الـ intra-OCS line أو الـ portacath عبارة عن زي يعني بنحط الدواء للمريض ولكن على فترة معينة أو على مدى ساعة بياخد هذا الدواء عكس الـ injections اللي مرة واحدة بنعطيه solution للمريض أوكي الطبقة الـ root الطبقة هاي من الـ other roots يعني إحنا حكينا عن طريقتين رئيسيات اللي هي internal, parental وبعدين في عنا other muscle roots زي الطبقة الـ root الطبقة كيف ممكن نحط dermal شو يعني dermal على الـ skin surface بيصير له فيه absorption للدواء من خلال الـ skin ممكن ophthalmic ophthalmic ممكن نستخدم الدواء من خلال الـ application مباشرة في الـ eye كdrops أو ointments أو gels ممكن otek أو auricular auricular إنه نستخدم الدواء من خلال إنه وضعه في الـ ear أو في يعني الكنل الأذن من خلال استخدام ear drops sub-gingival sub-gingival delivery of medications أو threbiotex مباشرة خلال جنجival crevice هاي كلها تعتبر typical roots أنا فعليا ما اضطرت أعطي المريض injections بغض النظر عن نوعها أو infusions وبنفس الوقت المريض ما أخذها aurally ok من الـ other roots كمان عندنا pulmonary أو الـ inhalation root هون نستخدم inhalers عشان توصل أدوية معينة من خلال lungs بيستنشقها المريض فبالتالي بيصرها absorption من خلال lungs زي مثلا عندنا الميتر الـ inhalers اللي ممكن يستخدموها المرضى اللي عندهم أزمة neubilizers liquid medications نعملها conversion into fine particles أو fine mist منحولها ل بخار أو مش بخار يعني زي particles صغيرة fine mist وبنخلي المريض يستنشقها زي اللي هي التبخيرات بتعرفوها صح؟ هدول النوبilizers طريقة ثانية من خلال pulmonary root transdermal root مثلا نستخدم transdermal batches عبارة عن لزقات adhesive تتلزق على الجسد على الجسم عفوا وبصير في skin absorption للدواء من خلال gradual absorption overtime طبعا هاي بتفرق عن transdermal root إنه بيكون في عنا adhesive batch وبتضل موجودة لفترة معينة other roots intrathecal و epidural roots شو يعني intrathecal و epidural أدوية من اسمها الإبديورال والإنتراثيكة الأدوية بصرها delivery من خلال sub-arachnoid spaces اللي موجودة حولين البرين غالبا زي الانستيزيا pain management products أو drugs بعض أنواع antimicrobials أو antibiotex تحديداً لتستخدم خلال علاج الملينجايتس الإبديورال هون بنحط الدراث في الإبديورال space حولين the spinal cord مثلاً تحديداً هاي بتشوفوها خلال عمليات childbirth أو surgeries بيستخدموا الإبديورال anesthetics في عنا other roots بتشمل intrathecal root intrathecal root هون intrathecal root شو يعني كيف معناها أو شو يعني intrathecal هي بتكون يعني بالمفصل إنه بس بالارتكل بالارتكل هون بنعمل drug injections أو drug delivery خلال الارتكل أو الارتكل جونت أو الارتكل space اللي موجود في بعض أنواع الجونت أوكي الدوزيج فورمز هاي رح نخليها للمرة الجاي أوكي نحكي فيها بكرة إن شاء الله حظولي بس إنه وصلنا عند سلايد 16 لو سمحت في حد عنده سؤال عند قبل تمام طيب أوكي هيك بنكون خلصنا محاضرة اليوم ترجمة نانسي قنقر